فأنت كأسوريو مثلاً أو أي مدرب الحالي الزماني، هتطلع أحسن حاجة من الموجودين، ولازم يتحطي لهم فكر يناسب الإمكانيات يعني أنا شايف أسوريو السنة الفات لما بيلعب اثنين لعب قدام الأهلي، لعب بطريقة يعني مستحيل تلعب بيقى قدام الأهلي اه اثنين ثلاثة لعب اثنين ثلاثة أربعة واحد أنا فاكر حاجة جدا اه اثنين ثلاثة أربعة واحد لهم بكين كانوا ونجين ودخل فتوح جوه ودخل يعني عمل شوية حاجات بالصراحة مينفعش على الأهلي تحصلوا ده ملعب أول ما شفت التشكيل، كنت بحل المطش ده مش هتذكر فيهم، بس أول ما شفت التشكيل أنا قلت الراجل ده هيشيل هيف سكور هيشيل هيف سكور وفعلاً ثلاثة الشرط الأولاني اه اه انا حييت يوميها المساعدين لاني انا متأكد ان ماتحت وجهاز يعني دخل بنشوتين انت تفتكر الراجل عملت أربع تغرب بنشوتين بنشوتين مظبوط وزبط الدنيا وطلع الشرط التاني يعني الحمد لله يعني أو يعني عايزول إيه مش هتشيل سكور أكتر من كده ليه فالمطلوب من أسوريو إن أنا مش شرط أطبق فكري أنا لازم أعمل ماتشنج ما بين فكري وما بين إمكانيات اللعيبة الواقع اللي عندك ما بين الواقع اللي عندك ده مهم جداً المهم جداً المدرب مش يجي بفكر أنا النهاردة بلعب أربعة ثلاثة ثلاثة وبطير البكين وأنا بهاجم بلعب مثلاً اتنين ثلاثة خمسة وإحنا بنداف بنعب أربعة مش هاب إيه الأفكار دي حسب افرد أنا ما عنديش بكين كوريتهم عالية ما عنديش بكين شطرين في الحتة الهجومية أطيرهم وطلعهم على الثلاثة اللي فوقوا يبقوا خمسة وأدخل الجناحين في الهوف سبيس وطير البكين وبعد كده لما تيجي عليها مرتدة طب ما أنا بعندي مساحات وراء وهجيب من الشبكة من جوة وفهم قصد إزاي؟ فمهم جداً إن الراجل يختار الطريقة والشغل اللي هو يناسب الإمكانيات الموجودة طيب في ريالة عمل كده السهل قبل فات لو تفتكر لما استعمل فرقة برضو كان لعيبة كتيرة مهمة مشت وكان عندهم برضو ناجي الزبالك إقاف قيد وراجل بدأ ما كان بطريقة لعبه دايماً أربعة ثلاثة ثلاثة وبقى يلعب بتلاثة أربعة ثلاثة أو تلاثة خمسة أثنين يعني غير الطريقة اللي حرك بتقوله بالذبت يعني